حصيلة استثنائية للموسم الفلاحي حسب ما أعلنت عنه وزارة الفلاحة وذلك بفضل وفرة وانتظام التساقطات المطرية أنواع الحبوب الثلاثة رئيسية كان لها النصيب الأكبر من هذا التطور في حجم الإنتاج يعني هنا يناس لهم خدمهم زيان يعني وصل حتى الثمانين قنطار في القطار تقريبا يعني نودي الفرينة اللي كعرفوا الفلاحة وكل بزف حتى تلقى محتوى تقريبا كان ما بين ستين وخمسة وستين بعد الأنواع أخرى ديلة الشهور وديلة ربعة شهور وربعة شهور كانت متميزة بزف الأنواع اللي كانت تحمل الماء كانت مزينة بزف إنتاج حسب الفلاحين الصغار لا بد أن ينعكس على وضعيتهم أمر ينفيه بعض صغار الفلاحين فثامن بيع الحبوب في السوق لم يحترم الثمن المرجعي بفعل تحكم بعض المضاربين في الأثمنة عدي في حدود عصر الكطارات الفلاح هذا العام زيانة وكل أتمينة ما كناش كانوا قاولون بالأتمينة بخمسة ألف وستة مئة القنطار هذا العام كان يخدم عدنا غير ربعة ألف وميتين ربعة ألف وربعم مئة الشعير اللي كنا معاولين عليه هو هذا الشيء وربعة ألفين وميتين ألف وربعم مئة القنطار يعني الفلاح الصغير خاسر زاء الثلاثة في المئة هي حجم تطور الإنتاج لهذا الموسم عكسته مردودية الأراضي المزروعة رغم تقلصها بستة عشر في المئة مقارنة بالموسم الماضي وهو ما يطرح تساؤلات لدى إحدى الجمعيات المهنية حول موانع استفادة صغار الفلاحين من كل هذا التقطم في القطع لأنه الفلاح الصغير تم الإعلان على التمال المرجعي اللي هو ميتين وثمانين ولكن في السوق الفلاح استضم بواحد الواقع آخر اللي خلاه يبيع ميتين وعشرين ميتين وثلاثين درهم وهذا كاريتي بالنسبة للفلاح الصغير لأنه إلا بغا يوصل المعدل ديال داك المصاريف أو الاستثمار اللي دار خاصوا على الأقل يكون حقق ججطون في القطع كمنتوج وإحنا مزان ما وصلناش لهذا الرقم المخطط الأخضر حسب بعض الفلاحين مكن المغرب من الرفع من حجم الإنتاج لكنه لم يمكن الفلاح الصغير من الرفع من مدخوله انسجاما مع هذا التطور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر